اشتركوا في القناة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد ففي هذه الأيام المباركات في هذا الوقت العظيم من هذه السنة سنة ثلاثين وأربعين وأربعمائة وألف تضلنا أيام مباركات أيام العشر والتي يقول عنها صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله وولده ثم لم يرجع من ذلك بشيء ومن أهم ما يتحدث عنه في مثل هذه اللحظات المباركات مواقيت هذه العبادة المباركة وهذه العبادة المباركة كسائر ما شرعه الله من العبادات مؤقتة بمواقيته فإن الصلاة قال الله سبحانه وتعالى عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكذلك الزكاة لها وقت ولها مكان أداء وكذلك الصيام له وقت وله شروط وأركان وواجبات والحج كعبادة وركن ركين من أركان الإسلام الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وجعل منها حج بيت الله الحرام وأمر الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فكان لابد من الحديث عن مواقيت هذه العبادة وهذه المواقيت هي بوابة المسجد الحرام وبوابة الدخول إلى المشاعر وبوابة دخول الإحرام وهذه المواقيت تنقسم قسمان القسم الأول المواقيت المكانية والتي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقت عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم وقد زاد عليها عمر رضي الله عنه ميقات ذات عرق لأهل العراق لأنهم يحاذونها فهذه هي المواقيت المكانية لمن كان خارج البلد الحرام أو خارج حدود تلك المواقيت أما من كان دون تلك المواقيت أو من أهل مكة فإن ميقاته في محله من حيث أنشأ إلا المكية في الحج فإنه يكون ميقاته في مكة أما المعتمر فيكون ميقاته من أدنى الحل للدخول في الإحرام والدخول في النسك وهذه المواقيت يجب على الحاج إذا مر بها أن يحرم ولا يجوز له أن يتعدى هذه المواقيت إلا وقد أحرم إلا من يتكرر له الزيارة فإنه يكون إحرامه من حيث أنشأ إلا متكرر الدخول فإنه لتكرر دخوله يختلف وضعه ولا يلزم بالإحرام للعمرة إذا أراد الدخول إلى البلد الحرام إذن هذه هي المواقيت المكانية لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ومن لم يكن له ميقات فإنه بأقرب هذا الميقات فإن من مر بحذاء الميقات أحرم وصح إحرامه ولمن تجاوز هذه المواقيت من دون إحرام فقد أتى بمخالفة لعبادة هذا النسك العظيم فيجب عليه أن يتقيد بما أمر الله به وأن يتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم والمواقيت الأخرى التي تمر لهذا المنسك الجليل هي المواقيت الزمانية وقد أقت لهذه المناسبة العظيمة شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر وعشر من ذي الحجة على قول عند الفقهاء وقيل أنه كامل شهر ذي الحجة إذن هذه مواقيت هذه العبادة يجب على المسلم أن يتقيد بها وأن يؤديها كما أمر بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس باتباعه وأخذ المناسك عنه طيب من أحرم قبل الميقات هل يلزم بشيء؟ لا لا عليه شيء وإنما يصح إحرامه قبل الميقات ويكون إحرامه إذا وصل إلى الميقات ولا يكره أن يكون تقدمه بالإحرام بشيء قليل فإن ذلك من الأمر النسبي الذي يتوسع فيه ثم إن جاوز المسلم الميقات غير محرم وأراد الإحرام رجع وإن أحرم بعد أن تعداه لزمته فدية تعديه موضع هذا الإحرام وهذا البيت الحرام من عظمه عند أهل الإسلام ومن عظمه عند رب العالمين أن جعل له هذه المواقيت وهذه الأبواب التي لا بد للمسلم من الدخول إلى هذا المسجد من خلالها فهذه الشعيرة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام لا يتم إلا عبر هذه البوابات المكانية والبوابات الزمانية فمن أدى العبادة يعني الحج في خارج مواقيتها الزمانية فإن عبادته لا تقع ولا تعتبر عبادة مجزئة فمن وقف في عرفة مثلا في اليوم العاشر فإن وقوفه لا يكون صحيحا وإنما يكون الوقوف في اليوم التاسع وكذا بقيت النسك فهذه العبادة عبادة مؤقتة بميقات زماني وميقات مكاني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداتا مهتدين وأن يغفر لنا أجمعين وأن يجعلنا في هذا الموسم المبارك من المقبولين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة